السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس القيروان النموذجية معكم معلمتكم ميس بريهان رح نبدأ الآن مع بعض بحل أسئلة التذوق الأدبي للوحدة 13 للرفق بالحيوان حكينا الرحمة بالحيوان حلينا أسئلتها كاملة والآن رح نبدأ مع بعض بالتذوق الأدبي نأخذ السؤال الأول يقول بين الصور الفنية فيما يأتي أول ما تعلنه مبادئ حضارتنا صور مبادئ الحضارة الإسلامية بالشخص الذي يعلن شيئا وينشره ب إنهن جارات لنا ولهن علينا حق صور النمل بالجار الذي له حق على جيرانه جيم فتبرز حضارتنا في مبادئها وواقعها بثوب من الرحمة حكينا أن نصور الحضارة بالشخص الذي يرتدي الثوب أو شبه الرحمة بالثوب السؤال الثاني وضح الصورة الحركية الصوتية في كلمة عجة حكينا أن نصور الطائر القتيل يصيح بأعلى صوته طالبا من الله إنصافه ممن قتله ظلما في غير منفعة السؤال الثالث يقول اتسم النص بسهولة الألفاظ ووضوحها اذكر سمات أخرى لها لهذا النص حكينا أول إشيئة الاستدلال بالقرآن الكريم والحديث الشريف اتنين استخدام الصور الفنية ثلاث عذوبة الأسلوب ورقته أربع متانة التراكيب ودقة التعبير ورصانة العبارات خمسة صدق العاطفة الآن نكمل السؤال الرابع يقول ما العاطفة العامة التي تشيع في النص عاطفة الاعتزاز بالمبادئ الإسلامية التي تحث على الرفق بالحيوان ننتقل الآن إلى درس التطبيقات اللغوية ويقول السؤال الأول استخرج اسم كانة وخبرها في عبارة كانت الإنسانية حتى العصر الحديث لا ترى أن للحيوان نصيبا من الرفق إذن هنا كان فعل الماضي والإنسانية هي اسم كانة مرفوع وعلامة رفعه الضمة لا ترى هنا الجملة الفعلية خبر كان السؤال الثالث يقول طبعا السؤال الثاني هو النوع الفعلي المعتل وحلو أنت عزيز الطالب سهل السؤال الثالث أسند الأفعال الآتية إلى الضمائر الرفع المتحركة عندك سعى سما وردة موجودة أمامكم طلابي انقلهم إلى دفترك يقول سعيت سعيتما سعيتم سعيتي سعيتما سعيتن سموت سموتما سموتم رددت رددتما رددتم رددتي رددتما رددتن الآن نأتي إلى السؤال الرابع يقول ما نوع الأسلوب في كل مما يأتي السؤال الأول ألف وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم صدق الله العظيم ألف هنا أسلوب حصر با يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك هنا يقول أسلوب نداء ونهي السؤال الخامس يقول أعرب ما تحته خط فيما يأتي إعرابا تاما فتبرز حضارتنا في مبادئها وواقعها بثوب من الرحمة والشعور الإنساني المرهف الواو هنا حرف عطف لا محل له من الإعراب الشعور اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الإنساني نعت مجرور بالكسرة الظاهرة ونأتي إلى الفرح با يقول في كل ذاتي كبد رطبة أجر كبد هنا مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر ورطبة نعت مجرور وأجر مبتدأ مؤخر هنا مرفوع بتنوين الضم إذن طلابي أرجو منكم نقل هذه الإجابات على الدفتر ونلتقي إن شاء الله بوحدة جديدة إلى اللقاء